اهلا بكم في النشرة الرياضية انطلقت مساء اليوم أولا بريات دوري الصلاة لكرة القدم في نسخته الثانية حيث استطاع فريق بيت التمويل الكويتي من تحقيق أول انتصار له في البطولة وذلك بعد تقلبه على فريق الحرس الوطني بخمسة أهداف مقابل هدفين ليحصل بيت التمويل أولا انتصاراته وليعتلي الترتيب العام للدوري وفي نواجهة الثانية استطاع فريق سترة من خطف لقاط المبرات الكاملة بعد فوزه الصعب على حساب فريق المحرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في المبرات التي جمعت بينهما على صالة مدينة خليفة الرياضية